بسم الله الرحمن الرحيم اللي تعنيني الاحتمالية الـ probability أو الاحتمالية What is the chance that a given event will occur or what is the chance that a child or a family of children will have a given phenotype يعني شل الاحتمال اللي ممكن يكون عندك طفل بشعر أسود أو شل الاحتمال اللي يكون عندك طفل بعيون زرقاء هذه هو الاحتمالية الاحتمالية or the probability is expressed in number between 0 to 1 يعني شنو اللي ممكن يحدث نمطي probability 1 واللي ما ممكن يحدث نمطي probability 0 يعني أضرب المثالين حتى تكون القضية واضحة مثلا لو سألنا سؤال ما هو الاحتمال أنك تموت بيوم من الأيام فهذا ممكن يحدث في أنطيل probability 1 لكن إذا سألتك سؤال ما هو الاحتمال أنه أنك تنجح تعبر المحيط الأطلسي بدون أي وسيلة صناعية فأعتقد أنه الprobability هنا رح تكون 0 مستحيل that the total of probability of all possible events always sum 2 to 1 the probability of an events equals the number of times it happens divided by the number of opportunities يعني كقانون أريد أقول أنه اللي شون أخذ القياس الاحتمالية هو عبارة عن عدد المرات اللي تحدث مقسومة على عدد الاحتمالات عدد المرات اللي سويتها مقسومة على عدد الاحتمالات this number can be determined by either experiment تجربة or by knowledge of the system حسب معلومات النظام أوكي الآن مم رح لبدي نحكي بقوانين الاحتمالات عددنا قانون ياللي قانون الاحتمال القانون الأول يسمونه قانون الضرب the role of multiplication أو يسمونه protect role says that the probability of two independent events occurring together can be calculated by multiplying the individual probabilities of each events occurring alone يعني إذا أنا عندي حدثين متعاقبين يعني الحداث متعاقبة ما لها علاقة واحد بالثاني إذا أريد أخذ الاحتمالية مالتهم هي عبار عن حاصل ضرب الاثنين منفردين يعني مثلا لو كانت عندي for example the chance of getting two tails when you flip two coins عدنا عدنا two coins مو coin واحدة two coins فعادة الcoins بيها وجه وبيها ظهر الوجه اللي بيه الكتابة وظهرها فهنانا شن الاحتمالية أنه يكون عندي مثلا الوجه أو شن الاحتمالية أنه يكون عندي الظهر هنا الوجه يكون نسبة نص وهنا بالثانية يكون الوجه نص فإذا أنا أسأل عن الوجه فهو عبارة عن نص multiply نص وبالتالي يطير يصير عندي ربع من مجموع أربع احتمالات باعتبار هنا ثمين وهنا ثمين هذا يسمونا بقانون المultiplications the second law the rule of addition أو يسمونا sum rule يعني قانون الجمع أو قانون الإضافة the probability of an event that can occur in two or more independent ways is the sum of all the separated probabilities of the different ways يعني إذا أنا عندي احتمال أن مثلا راح أقرب الحالة أنه إذا كان مثلا الوجه الكتابة بال بالكوينز فمعناها أنا أفوز وإذا كان وجه ظهر مالة الكتابة أنك تخسر وبالتالي بالحالتين أنا فائز بالتالي هو راح يصير هو مجموع الأحداث الراندم events are independent of one another not affected by the outcome of the previous events okay what's the planet's square planet's square is a diagram used to show the probability or chances of the certain trait being passed from one generation to another يعني يعني إذا نشوف عدنا هنانا y capital y small هنا y capital y small رابط نشوف شنن الاحتمالية فمثلا هنا راح يكون y y يكون يلو y capital y small yellow y small y capital y small راح يكون yellow y small y small green فهنا الاحتمالية تكون مثلا ربع من مجموع أربعة واحد إلى أربعة similar before beyond mandael Mandael study of inheritance deals with symbol indipendent segregation trait اكو هواي لازم الها علاقة بال dominant ورنسسيسوف لكن الENEVIROMENT ممكن تأثر على الphenotype of an organism. فعندنا ال Dominance اول واحد يسمونه complete Dominance هذا سائد تام which means dominant allele expressed. يعني الصفة السائدة مثل الشعر الاسود هي تكون expressed. ال recisive not expressed. ما راح تظهر. اذا ناخذ نون العيون مثلا صفة السائدة هي العيون اللوني السوداء والصفة مثلا متناحية لون اخر. وبالتالي بال complete Dominance هو اللي مثلا الزوج عيونها سود والزوجة عيونها مثلا خضر. وبالتالي ممكن راح ينطلنا نسبة اذا كان اثنين هم Dominance. عفل لون الاسود Dominance وبالتالي كلهم راح ينطلنا عيون سود. لكن اقوعتنا incomplete Dominance. هاد ال incomplete Dominance شلو يعني. ال Dominance and recessive allele both expressed. لكن by blending. يعني مزيج. وبالتالي راح ناخذ examples الى. ال result راح ينطلنا a new phenotype. which is intermediate between homozygous phenotype. يعني مثلا اذا انا اخذت لون وردة بيضة. مع لون وردة حمرة. وصارت تزاوج معا بعض. راح ينطلنا مثلا لون وردي. فهنانا شنو. اثنين هم expressed. لكن انطلنا a new phenotype. مختلف عن ال الابار. اما الكود Dominance. الكود Dominance. الكود Dominance. ال Dominance وال recessive. both expressed. لكن مو blending. مو blending. راح result is a new phenotype. which has both homozygous phenotype present. راح Dominance. a situation in which neither allele is dominant. when both allele are present. a new phenotype appear. مثل ما عدلت. انهم اثنين هم صارت المكسيبريس فانطانا new phenotype. that is a blend of each allele. alleles will be represented by capital letter only. الاليل. اعتبار انهم دومنانس. فمثلا هذا المثال يدينيه. الجابانيز. four o clock flowers. ف red flowers. انطيناها R capital R capital. here just capital letter. white flowers. انطيناها white w w capitals. اهنانا الانطونة. انطونا pink flowers. وبالتالي انطيتها R من ال red w. وبالتالي انه صار blending. اهنانا حسب قوانين مندل انه اذا كان مثلا according to the mandel either some white and some red. هذا قوانين مندل. لكن هنا بهذا القانون لا راح ينطينا all are pink. يعني ممكن نشوف. اهنانا اهنانا white. w w. white white. اثنين هم capital letter قلنا بهذا القانون. وهنا red red. اثنين هم capital letter. وبالتالي من راح يصير راح ينطينا R capital W capital. هذا pink. هذا pink. هذا pink. هذا pink. هذا pink. هذا pink. وبالتالي. all are pink. ال cold dominance يقل لك when two allele both appear in the phenotype. يعني اش لا. مثلا ال example راح ناخذ ال hair caught in cattle. يعني شعر الكتل الماشية. فهنانا مثلا اذا انطانا C عليها R. C عليها R معناها red red hair. CW معناها white hair. راح ينطينا wrong code. كأنه mixed. يعني راح ينطينا رساصي. راح ينطينا في الفارد يسمونه mixture of both colors. هنذا تشوفوا الصورة. انه black with white. انطانا. فاللون مختلف اللون. multiple alleles. multiple alleles means trait are the result of more than three or more types of alleles. يعني multiple alleles هو متعدد اكثر من ثلاثة. فالصفة انه تتأثر باكثر من اه ثلاث انواع من ال alleles. an example human blood type is an excellent example of multiple alleles. افضل مثال باعتبار انه ال abo blood type يعني ال blood group اذا سامعين بي is controlled by the abo genes. باعتبار عندنا ال abo ثلاثة. there are three different alleles of blood type. فعدنا a باعتبار الجين. وال b وال o. وبالالين نفس الحالة. فهنا شلو اللي راح تذكر اذا نعرف فصائل الدم. عدنا ال a وال o. the a and b alleles اللي هم عادة موجودين على سطح الكورية الدم الحمراء اللي هي ال RPC. ال o doesn't express any antigene. وبالتالي راح نعرف من خلال هذه الصورة. اذا نريد نشوف. مثلا. ال phenotype عدنا فصائل الدم. a, b, a, b, o. معنى a اما انه يكون a capital اي capital. ومعنى انه هنا هادا. اثنين هم موجود ال a. او a capital اللي هو ال a small احنا منطينا هنا صفة o. باعتبار ما موجود ال antigen. دولة اثنين هم ينطون فصيلة دم a. لكن هذا نقي وهذا مترح. او غير نقي. ال b كذلك ال a b موجود بهم ال antigen اثنين هم. ال o ماكو ماكو انتجين. وبالتالي. ال a is dominant element لل o. ال b is also dominant لل o. ال a b are both co-dominants. هذه فصائل الدم. فرح نعرف انه type a يعني موجود البروتين a. type b موجود البروتين p. or macro proteins. وبالتالي. blood can only transfer to a body of a person who immune system will recognize it. يعني ال o. رح يكون شنو. universal donor. بالتالي. a person can receive a transfusion from o. blood without having any new response. because no protein r phone. يعني ال o ياخذ من ال o. بينما ال a b. رح يستلم من بقية. من ال a و b. اوكي. رح ناخذ examples. ممكن يسحل العملية. فنقول. cross a man with type a b. يعني الرجل فصيل الدم a b. with a woman who heterogeneous a. a. يعني. المان a b. وال women a o. شنو الممكن رح يطلع عنا. اذا نشاهد انه المان a b. وال women a o. ف a a. واحد. a b. o a. أو a o. b o. بالتالي هنا. رح يصير عندي. كجينو تايب. جينز. انه ال a a نسبته ربع. ال a b نسبته ربع. ال a نسبته ربع. ال b نسبته ربع. لكن اذا ريت نجي كفينو تايب. رح اشوف ال a. ال a. رح تكون نسبته نص. باعتبار ال a a. وال a o. وال a b ربع. و ال b ربع. another example. across a man who is a heterogeneous of type a. يعني a o. رح يصير بلد. with a women who heterogeneous for b. يعني b o. شنو ممكن رح يصير. b o. a o. رح يطلع عدنه. a b. b o. a o. o o. بالتالي كجينو تايب. رح يكون من ال a b ربع. ال b o ربع. ال a o ربع. ال o o ربع. وكذلك الفينو تايب. رح يكون كلهم على ربع. باعتبار انه اختلفوا. ال a b b a o. ال polyogenic inheritance. ال polyogenic inheritance. هو ال human skin. ال hair. ال eye color. كلهم. polygenic trait. because. they are influenced. by. more than. one allele. at. a different. locale. human skin. color. skin color. ممكن يتأثر. بال environment. ممكن. البالت. and lip disorder. ممكن تكون. ال allergies. الحساسية. ممكن. some cancer. يعني مثلا. احنا اذا رح ناخد لون العيون. the traits controlled by two. or human. for example. human height. the eye color. skin. color. متأثر. more. genes. environment. وال phenotype. يتأثر لو ما يتأثر. يعني هل ان البيئة تأثر على الشكل الخارجي. نعم. اتأثر على الشكل الخارجي. in some cases. the environment. can affect the phenotype. more than. genetics. رح ناخد مثلا. for example. a temperature. a temperature. can affect the color. of. prime. roses. and. himalayan rabbits. ممكن. رح يأثر الحرارة. رح يتأثر على. himalayan rabbits. مثلا. the control of phenotype. by genetics. and or environments. leads to the nature. يعني مثلا. احنا قلنا. المثال سابق. انه الافعة ممكن يتغير لونها من انقلها بمكان من مكان. وبالتالي. environment. الحضور. اذا ناخد هذه. the examples. اذا نشوف. هنا. رح نشاهد انه. temperature. اذا كانت اقل من. 33. the tyrosine. رح يكون. active. وبالتالي. رح ينطينا. dark pigment. here. and here. بينما هنا. temperature. above 33. three. for tyrosine. رح يكون. inactive. وبالتالي. no pigment. وبالتالي. هنا درجة الحرارة اثرت. هذا. اللي هو. an example. okay. paliotropy. paliotropy. refers to the phenomenon. of a single gene. several. يعني عندي. single gene. ممكن يؤثر على اكثر من صفح. يعني. for example. in the skull cell anemia. اللي هو فقرة دم المنجلي. an example. لل paliotropy. is a disorder of blood. هو مشكلة رح تكون بالblood. caused by an inherited abnormal hemoglobin. وبالتالي. انه. one. defect. in the hemoglobin gene. اكو صار عدي. خلل بال hemoglobin gene. انطاني. single amino acid. change. in the protein. وبالتالي. باعتبار انه. احنا رح نعرف انه. ال dna. رح ينطيني بروتين. بالمحابرات. القادمة ان شاء الله. بعد ال replication. وال. transcription. وال translation. بالنتيجة. رح ينطيني بروتين. فصار defect. بالجين. وبالتالي. غير. single amino acid. الطاني. تقصال اختلاف. بالبروتين. فالsingle gene. results. in irregularity. shape. of RPCs. يعني. هذا التغيير. سوالي اكون. خربطة. بشكل. RPCs. that. benefit. block. blood. vessels. بلتالي. سدت. بلتالي. سوت مشكلة. وبالتالي. المتليش. هاي المشاكل. as well as. related heart. lung. kidney. muscle pain. eye problems. ممكن يسوي. بي. جوندس. بي. ال eye damage. and. early death. another example. اذا سامعنا. الالبنisms. another example. الالبنisms. for that the gene of this trait. not only result in deficiency of skin. يعني هذا الجين اللي صار بي. defect. ما اثر فقط على ال skin. وانما اثر على ال hair. واثر على ال eye. pigmentation. but. يعني مو فقط اثر على ال skin. وال hair. وال eye. pigmentation. but also cause defect in vision. اثر على الرؤية. all of these is caused by a single mutation in one of hemoglobin. الجين. هذا الكلام اللي علاقة. مو بالالبنism. وانما علاقة بال skill cell anemia. skill cell anemia. راح ناخذ an examples. هذا usual. normal. راح نشوف. الاس معنى skill cell anemia. ال a معنى normal. ف a a هو normal. a s معنى trait. حامل. فانهم شون اللي راح ينطونه. راح ينطونه. a a usual. a a usual. a s a s. وквolution الى المؤمن bd. وكان نسبة 50 %. هنا سوف يكون نقص. هنا سوف يكون الحالة. كذلك نفس الحالة. سوف يكون ال Bat. اثنًا. و stay with anemia. هنراح نشوف اللهم اللاحخزة. trÌT. τ», Grad. A with A okay usual A with S trait S with A راح ينطينا trait S with S راح ينطينا anemia. إذا نأخذ ال A S وال S S A S okay trait A S trait S S anemia S S anemia ال 6 linked inheritance the 6 chromosome اللي هنه عندنا ال X and Y not only determine gender يعني مو فقط يحددو اللي ال gender male or female but carry genes راح نأخذ احنا for example ال Y allele carries is 26 genes mostly related to gender لكن ال X allele carry genes لل gender و carry genes not related to gender they were sex linked genes there are many more X linked condition than Y linked condition okay since a human have several time إذا نريد نأخذ المقارنة ال X linked وي ال Y link راح نشوف اللي human have several time as many genes on X chromosome than the Y chromosome إذن عدد الجينز اللي ما يقدر بحوالي الف وستة أو كثة آآ بال X chromosome مقارنة بال Y اللي قلنا 26 12-12 . Only females are able to be carries for X link condition ليش لأن و بالتالي اي دفاكت يصير بالأكس راح يتأثر بالميل باحتبال انه و مو عند اثنين انه نقول يتأثر لو ما يتأثر مثل الومن راح ناخد 2 كيسز يعني عدنا اكس ولكن هو الرساسب son born to a carrier mother المدر carrier يعني شنو واحد سليم و واحد غير سليم and unaffected father والأب ما يوجد مشكلة والأكس unaffected اذن المدر واحد متأثر واحد ما متأثر الاب ما متأثر has a 50% chance of being affected while then a daughter has 50 chance of being carrier ليش لأن however a fraction of carrier may display a milder or even a flow form of the condition due to phenomenon ليسميناها باللسكويت x inactivation in which the normal process of inactivating half of the female bodies يعني يعني ليش؟ لأن الصن ما راح ياخذ الـ X من الفادر راح ياخذ الـ Y من الفادر وبالتالي إذا كان الفادر افكتد الـ X مالك ما راح ياخذ الصن وإنما الدوتر اللي هي راح تاخذه As he does not inherited the father's X chromosome but the daughter will always be carrier لأن أخذتها من الأب أما إذا كانت الأم هم افكتد ممكن تكون مصابة In X link dominance inheritance يعني A son or daughter born to an affected mother and an affected father Both have 50% chance of being affected ليش؟ إهنانا يقول Though a few existing dominance condition are embryonic lethal for the son make them appear to only occur in females يعني شنه اللي راح يحسب If a father is affected إذا كان الأب Affected The son will always be ineffective مثل ما قلنا أمسا But the daughter will always be affected الـ Y link condition will only be inherited from father to son باعتبار الـ Y فقط يروح للصن And will always affected every conditions باعتبار الـ Y هذا عن examples لدينا عدد الكروموسومات الأوتوزومات الكروموسومة والسكس كروموسومة 44 ب2 ثم بالتالي سينطينا 23 سينطينا 23 سينطينا هنا وينطينا 23 سينطه لذانا